الأمم المتحدة لها ثلاثة اتفاقيات مهمة وهي التنوع البيولوجي، التصحر والتغيرات المناخية ثلاثة بيجمعهم تأثير متبادل عشان كده لما بيتم عقد مؤتمر مهم زي مؤتمر المناخ لازم من خلاله يتم التطرق للمشكلات الأديلة إنها بتأثر على الزراعة والأمن الغذائي وغيره خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو النهاردة دكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم وتكنولوجيا الإفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وممثل إفريقيا ونائب رئيس مكتب اللجنة عالمين صباح الخير على حضر صباح الخير صباح الخير في البداية يعني خلينا نفهم كده مع بعض من الأول خالص عشان لو مش عارفين إيه هو التصحر نعرف تعريف التصحر وليه أو إيه هي تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر طيب الأول صباح الخير صباح الخير لحضرتكم والمشاهدين الأعزاء الحقيقة يعني أنا اسمحوا بكلمة بسطة جدا أن أنا يعني حسست بشرف كبير أن أنا أكون في هذا المكان العريق اللي تساهم بشكل كبير جدا في تشكيل وجدان المصري والحقيقة ورضو بشكركم على هذا الدور اللي هو يعني أنا بعتبركم البوابة الزهبية للشعب المصري لأن ده التلفزيون الرسمي وده اللي لازم يتكلم على القضايا الهامة البيئية اللي احنا بنتكلم عليها سواء كانت لها تأثير داقري أو حتى عالميا واللي منها طبعا التصحر أو تغير المناخ لأننا نحن بصدر بحقيقة تغير المناخ اللي أشكرك على تلبية الدعوة وجودك معنا يا فن شكرا يا فن الحقيقة سؤال سيادتك في تحية رائع أنا خليني أقول أبدأ الحكاية من الأول خالص العالم طبعا واجه تغيرات كثيرة جدا في المناحي كلها سواء على مستوى التنمية الصناعية أو حتى على مستوى التمدد بتاع استغلال الأراضي وتحول نوعية الأراضي واستغلالات الأراضي من الأراضي العادية إلى الأراضي المستغلة اقتصاديا وده كله بالتأكيد أكثر على المناخ وعلى استقراره على مستوى العالم التصحر واحد من الاتفاقيات التي معنيها بالتلات مناحي الخاصة بالبيئة حضرتك تعليمي أن هناك المناخ عموما وده ليه اتفاقية اللي هي تريبل سي أو تغير المناخ وفيه اتفاقية خاصة بالأرض اللي هي التصحر وفيه اتفاقية للكائنات العيشة على الأرض فهي التفاقية بتاع تنوع البيروشي يضمها بورتفوليو كده أو بنسميه فايل كده كبير كده اسمه الأجندة 21 للتنمية المستدامة وحطوا جواها كمان حاجة احنا اتكلمنا عليها قبل كده الاس دي جيز وكلمة مصر عليها حتى تدخلط رائع مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة اللي هم 17 هدف اللي بيقيموا الأداء بتاع الوطن حول هذه الموضوعات ثم الأداء العالمي على هذه الموضوعات الحقيقة انا بنتهز برضو الفرصة دي ان انا بشكر حضراتكم من اتاحة الفرصة ان انا هاني مخامة السيد الرئيس والشعب المصري على فوز مصر برئاسة افريقيا سواء لجنة العالم والتكنولوجيا وكمان ان هي اصبحت عضو في مكتب اللجنة ونائب رئيس مكتب اللجنة وكمان عضو في الاس بي اي او سينس بوليسي انترفيز بتاع الاتفاقية بحني كمان على المبادرة اللي احنا العالم كله تبناها في كوب 14 بتاع السي بي دي بتاع التنوع البيولوجي لما اطلقها فخامته والخاصة بموضوع في غاية الاهمية اللي هو التناغم والمنطقة اللي هي المشتركة بين السلس اتفاقيات التنوع البيولوجي تغير المناخ والتصحر ثم بعد ذلك اصبحت هذه المبادرة هي يعني نقدر نقول الستار بتاع كل الاجتماعات اللي بعد الجميع يتحدث عنها كيف يمكن تحقيق هذا على الارض تصحر له تعريفات كثيرة هو اي تظاهر على فكرة هو تصحر ممكن تصحر في الاخلاق ممكن تصحر في الموارد ممكن تصحر في اي حاجة لكن التصحر العلمي الدقيق ومش عايز ازعج المشاهد الكريم يعني نقدر نقول مصطلحات العلمية الصعبة يعني هو تظاهر الاراضي في المناطق الجفة وشيب الجفة وعايز اقول لحضراتكم ان هذه الاتفاقية اصلا انشئت لافريقيا تحديدا يعني مش اي قارة اخرى ولكن وجد العالم بعد ذلك انها من الاهمية بمكان ان تشارك افريقيا في الاهمية نعم طيب دكتور خليني اسأل حضرتك ايه هو نوع الخطر اللي خلى المجتمع الدولي تحديدا يتفق على ضرورة مواجهة الاخطار القادمة من التغيرات المناخية طيب نربط برضو مع التصحر خلينا نتكلم برضو نربط مع التصحر لان اذا كنت حالي بتتكلم على التغيرات المناخية فالفترة الاخيرة والترمية الصناعية الكبيرة اللي حصلت وانا بشكر الضفل الكريم السابق اللي هو كان يعسبقني مش مانسى احمد الحقيقة انا اسم ما معرفش الاسم لكن طبعا يعني ما شو الله عليه الحقيقة هو تعرض بشكل مفصل للمبادرة بتاع الرئاسية الجديدة وما يخص بالترمية الصناعية وانا على ثقة تامة ان سفقامة الرئيس وان هذه المبادرة ستكون تراعي في المقام الاول الترمية الصناعية النظيفة التي لا تؤثر سلبا على المناخ في جمهورة مصر العربية المتأكد من هذا يعني فلو بصنا حضرت ليه التغير المناخ احنا حنقول ان حصل تغير في حوالي تقريبا 30 ل40 في المية من الاراضي في العالم هذا التغير كان سلبي للأسف لم يكن شيء إيجابي وده سهب 30% من الانبعاثات يعني الارض الوحدة بتطلع 30% من الانبعاثات الاراضي المهجورة والتداورة بتطلع 30% من الانبعاثات مش التبس التامة الصناعية مش بس الانشطة البشرية يعني الاراضي المهجورة كمان ليها ضرر؟ طبعا أكيد وده علشان كده النهاردة بدأ ينظر العالم إلى أن اتفاقية التصحر هامة جدا بالنسبة لتغير المناخ يمكن حضراتكم يعني في المناخ المصري واضح جدا أنه هو يعني يمكن جيل حضراتكم أنا أعجز شوية كتير عنكم أنا كنت من الجيل اللي كان بيشوف ريحة الخمسين لما كان بتهب كان طريقي مصر واسكندرية ومصر أسف مصر اسكندرية طبعا ومصر الإسماعيلية ومصر السويس كانوا بيتقفلوا خالص نتيجة العواصف الوبرية والرملية بعد مشاريع كثيرة لتزبيت الكزبان الرملية في هذه المناطق أصبحت الموضوع مش بالقوة لكن بدأنا نعاني من عواصف غبارية ورملية جاية من دول الجوار نتيجة لأن المناطق اللي هناك دي أصبحت مهجورة نتيجة لسرعات أو لضغوط بيئية قدت إلى هجرة الناس من المنطقة دي لمنطقة أخرى فنرجع نقول تاني أن التصحر أو التغالي المناخ يؤثر سلبا على مناخ الأرض أكيد يؤثر على سلامة البشر بشكل أكيد يؤثر على الرفاهية بتاعت الإنسان أنا طبعا هاي بتتكلم على نوعية حياة بتتكلم على فقر بتتكلم على أمراض جائحة كورونا نفسها كان لها دور يعني تعلمنا عنها كتير إحنا قلنا أن هذه الجائحات المشاكل البيئية العواصف الغبرية والرملية الجفاف كلها مشاكل عبرها للحدود صحيح فأصبح النهاردة من الواجب التنمية داخل الدول يعني المستوى الوطني ثم على المستوى الإقليمي ثم الربط بين المستوى الإقليمية والمستوى الدولي طيب يعني عايزين نعرف بقى جهود الدولة المصرية في المكافحة أو تصدي للتصحر يعني هقول لحضرتك أنا مفهومي إيه عن التصحر في مصر وصحح لي لو أنا غلطانة التصحر أنه كان فيه أراضي زراعية ابتدى الناس تبني على الأراضي وابتدت الأراضي إيه الأراضي دي تبقى تتحول من أراضي زراعية تبور وتبقى أراضي مش نافعة يعني تبني عليها يعني الدولة المصرية كان ليها دور كبير قوي في الحقيقة لسن قوانين عشان تمنع مثل هذه تعديات على الأراضي فحبين نعرف دولة عملت إيه عشان تتصدى لزاهرة زراعية صحر برضو شاكل السؤال احترافية شديدة جدا فبريدوك الصحة بس لأول تعرف بسانت صح أهم حاجة بسانت هنا من الحقيقة لما ست أهم نقطة في أهم يعني جزء في التصح أجرو إيكولوجيكال زون بتاع مصر مصر على فكرة ربنا حبها بهدية ما أدهاش لحد أبدا إحنا أربع دول في بعض بين وجهة المناخية والبيئية يعني لدينا وجهة أول دولة هي تمثل المنطقة بتاعة البحر المتوسط والشرق الأوسط اللي هي المنطقة الشمالية السواحل الشمالية شرقا وغربا ثم عندنا وادي النيل والدلتا دي المنطقة الوحيدة المروية عندنا اللي هي تمثل التروبيكل والساب تروبيكل في جنوب والجزء الشمالي بتاعها ثم المنطقة التي لها علاقة بأسيا هي المنطقة الشرقية لإنلند بتاع السيناء المناطق الداخلية من سيناء والصحراء الشرقية ثم الإخريم الرابع الصحراء الغربية اللي فيها بقى التمثيل بتاع الصحراء الكبرى فتخيالي حضرتك بقى أننا عندنا ببعض الهم وكل واحدة فيهم لها عامل التصحر بتاعتها المختلف المختلف لكن أهم واحد بالنسبة لإنتاج الزراعي والتأثير المباشر على البيئة هي ودي النيل والديلت ليه؟ لأن الحاجة هي الكتلة البشرية عايشة هنا التنمية الزراعية أساسيها هنا للأسل حتى التنمية الصناعية معظمها موجودة في الحتة فبالتالي التأثير بيبقى مباشر سواء على المستوى الناشنال أو حتى على المستوى الإخريم الجزء الآخر المتأثر بهذا من العامل التغير مناخ زوابان ارتفاع درجة حرارة وزوابان التلج في القطبين والسي ليفل رايز وبعدين بيحصل بقى حاجة لطيفة قوي بيحصل الأسعف داخل مياه البحر بيخش مية البحر داخل اليابسة وبالتالي بيحصل تملح للأراضي وبيحصل تضهف في الانتجاه بتاعتها بيحصل تملح للأكوفير سيستم يعني تلوث للمخزون الخزان الجوفي المائي بمياه البحر وده بيقل طبعا من نوعية المياه الموجودة وبيقلم استخدامها وبالتالي بيقل الانتجاه طيب هل ده بيؤثر سلبا على الحالة يعني الرفاهية العيش والمناخ بشكل عام نعم لأن طبعا حضرتك عارفة إن هذا الكلام لما بيحصل بيحصل نقص في الانتجاه الراجل اللي عمل استثمار في هذه المنطقة ما بيبقاش عنده عائد للفلوس اللي صرفها وبالتالي ما فيش أي عائد خالص طبعا بيضطر أنه هو يبطل الانتاج لما يبطل الانتاج بيحجر الارض بيزداد تزداد المشكلة ويتصحر وما إلى ذلك تي كلها بيبقالها أصل سلبي على الانبعاثات من الأرض عايز أقول لكم بيوصل لملايين من الجنيهات بتفقد في لحظة نتيجة لهذه اللعبة يمكن قطاع الزراع عانى هذا الحزين السنة من تغيرات المناخية بشكل بير جدا جدا ومحدش ما تكلمش على هذا الموضوع ويمكن الدراسات كمان بتقول بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة دوابان الثليج تحديدا هيؤدي إلى فقدان أراضي كتيرة في الدلتة تحديدا ويمكن هو ده اللي خلى يكون فيه خطة طموحة لدى الدولة المصرية فيه تعمير أراضي أخرى بنكلم على مستقبل مصر الدلتة الجديدة وغيرها هذا فيما يخص جهود الدولة لكن أكيد فيه مسئولية على المرأة على الأسرة بشكل عام على رب الأسرة على أيضا الشباب والطفل خليني الأول أخذ من حضرتك يعني جايدلاين خط كده وأكمل على حاجة مهمة حالك قلتها أثناء ما كنت بكتب أحد التقارير الخاصة بمصر اسمه بريز تلاتة اللي هو متابع التنفيذ الاتفاقية فالأمر الصناعي اللي بيتابع العالم كله جاب أن مصر عندها الكتلة السكنية بتثبت كربون حضرتك على فكرة إحنا لو تعلموا حضرتكم أن هناك ثلاث مؤشرات تتشارك الثلاث التلفائيات فيهم نهاردة بالعمل الكربون العضوي في التربة الانتاجية بتاعت الأرض وكمان الكربون تكوستريشن والانتاجية واللاند كوفر يعني الأرض مضعطية بالنبتات بقدي ففجئنا الرقم بطالح فطبعا يعني استعجبوا جدا أنا بس بدي بلقي الضوء للمشاهد الكريم على الجهود الحكومية وكانت حاجة يعني عملينها نقطة فأنا طلعت وقلت الكلام بطبعا مش صح الكلام بمش صح أبدا إحنا فعلا عندنا الكتلة السكنية بتثبت تسببين بتثبت كربون إزاي هو دي نبتات قلت له أيوة لأن الأوامر الرئاسية الأخيرة كانت في المدن الجديدة أن 30% فقط من المساحات المخصصة للمبانية التي تترك يعني فارغة ليوضع فيها جاردنج يعني لية تشكير وتشكير وبالتالي أصبحت الكتلة السكنية تساهم في تثبيت الكربون العضوي في مصر وعشان كده ده ظهر مش بس الكتلة بتاعة الإنتاج الزراعي وما إلى ذلك دي حاجة الجهود المصرية الحقيقة كثيرة جدا لا يمكن حصرها في عادتنا من إطلاق أنا عايز أقول لك أن هناك جهود لوزارة البيئة في جهود كثيرة جدا لوزارة الزراع في البرنامج الرئاسي وفي كثير من المشاريع التي تم عملها في كمان الجهود المشتركة مع دول الجوار عايز أقول لحضرتك فأحنا نتكلم على الحقيقة زخم رهيب لمصر في هذا البرتفوليو ده اللي خل الأشقاء العرب وأنا أشكرهم الحقيقة لدعم مصر أننا نصل لأن الشامل الإفريقي ساعد بشكل كبير جدا أننا نحصل على هذا المنصب وكمان أشكر الأشقاء الأفرق لأن الجهود الدبلوماسية الرائعة على الله أشكر الوزارة الخارجية لأن الحقيقة الجهود التي دعمتنا بها في هذا المجال كانت رهيبة جدا ويعني الدبلوماسية النعمة المصرية هي التي شرفتنا به هذا ما هو ده اللي نصد الدكتور الدولة عملت اللي عليها فين بقى دول اللي مطلوب مننا قبل ما نقول للناس اسمح لي أقول لكم أنا بعيد السؤال بس عشان وقتنا أنا فاهم أنا فاهم أنتم أولا السفير بيننا وبين الناس فإحنا محتاجينكم محتاجين يبقى فيه لقاءات كتيرة في هذا الموضوع محتاجين يبقى فيه برابنج موجهة للناس بشكل مبسط جدا تفهمهم لما الناس هتفهم هتبتدي تشارك النهارده استخدام المبادات الغير آمنة ده شيء أجنس البيئة الانبعاثات أجنس التصحر لما نستخدم حضراتكم مثلا يعني يعني موارد للتسميد زي مش عايز أذكر يعني حاجات ما هيش متوفقة بيئيا ده كل ده أجنس التلوص والتصحر وبرضو يساهم في الانبعاثات بشكل أكبر دور الناس هيبدأ لما يصل فعلا ليهم الوعي بشكل كامل بس الناس في نفس الوقت لابد المدارس لابد يبقى فيها برامج لتنمية النشقة الأم مدرسة إذا عددتها عدد شعبا طيبة الأعراق الله يرحمها السيدة صفية المهندس لما كانت بتقدم بردامج في البردامج العام وكانت سيدات نصر بالكامل بتسمعه النهاردة هذه البرامج لما توجه بشكل مبسط للمرأة أكيد ستساعد أنها تتعلم وتعلم طفلها وكما تنصح الرجل في المجتمعات البدوية المصرية لما نعمل في مركز بحوظ صحراء عمرنا لا نعمل بعيدا على المرأة لأننا نعلم تماما أن المرأة هي من تدير المنزل في الخفاءة هي من تنصح الرجل على كل حال من أهم الموضوعات هو طبعا تغير المناخ ومنها نتكلم النهاردة كلمنا عن التصحر بالتحديد ويمكن دور مش بس الشباب العربي والأفريقي ودورنا إحنا كمصريين وكعالم وكلنا مؤسسات لازم نتحد مع بعض لرفع طبعا ونشر الوعي كل شكرا لك دكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الأفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لما يكفحة التصحر على وجود حضرتك معنا شكرا لك شكرا لك دكتور شكرا لك